كعدو يتسلل خلصة في جنح الظلام يجد مخدر الكريستال طريقه إلى العراق بفضل تهريبه عبر الحدود بل وحتى تصنيع محليا يحول الكريستال حياة العديد من العراقيين ممن وقعوا في شرك الإدمان إلى جحيم البطالة وسيادة اليأس وضيق الأفق والسعي وراء الربح السريع من دون الاكتراث للأثار المدمرة للكريستال على الحياة هذه كلها أسباب من بين عدة أخرى تفسر انتشار الكبير رغم الخطط والبرامج التي تعلن عنها سلطات مكافحة المخدرات في العراق بين فترة وأخرى في حلقتنا لهذا اليوم من بالعراقي سنسلط الضوء على ظاهرة انتشار ما تصفه الحكومات العراقية اليوم بآفة المخدرات لنناقش الأسباب ونحاول أن نجد معالجات ووسائل للتصدي خليكم يعني اشتركوا في القناة أهلا بكم في بالعراقي معكم علي زبيدي أضحى إعلان أجهزة الأمن العراقية عن تفكيك شبكات المخدرات أمر شبه يومي وسط تحذيرات من تفاقم آفة الإدمان بين شباب البلاد المتأثرين بسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حين تركز الحرب ضد المواد الممنوعة على الشق الأمني وبشكل كبير دون معالج واضحة للمسببات لا يرغب رافض بالاختلاط بأصدقائه القدماء خشية الإنزلاق مرة أخرى في هوة المخدرات بعد أن خسر صحته وجميع مدخراته خلال رحلة التعاطي التي أحالته إلى إنسان مريض مفلس عاطل عن العمل المخدرات يعني شو نرصف لك يا طبب غير عالم ما تعرف أنت أشيء سوي تبوك تسرب يعني هواي شغلات سوية وأنت ما أدري بروحك والله رسالتي لي الشباب يتركوني هذا الشيء لأن هذا الشيء ما وراء إلا لو الموت لو السجن ما أقدر أتخلص منهم لأن هم اللي راجعوا كل هذا الشيء وحاولت هواي وعالجت هواي ورجعت نفس الحالة وترد المخدرات إلى العراق من دول الجوار عبر الحدود البرية والبحرية في البصرة سيما شط العرب ومن البصرة يتم تصدير المخدرات لبقية المحافظات العراقية محافظة البصرة أعتقد في كثير ضمن المسح العالمي المسح العراقي اللي ظهر حول نسبة المخدرات في المحافظات ظهرت في بعض جوانب المخدرات أن البصرة هي أولوية في الاستهلاك وبالتجارة وكممر مثل ما تعرفين هي المحافظة اللي هي الوحيدة اللي بيها ممر ومنفذ بحري وهذا يساعتها على أن يكون ممر ومشتهلك لهذه المادة المخدرة ظهرة الكريستال هي نسبة عالية في محافظة البصرة ورغم نجاح معظم الجهود لتقليص تجارة المخدرات وتعاطيها تحاول السلطات الأمنية تكثيف عملية إلقاء القبض على الرغم من كون المهربين يلجأون إلى تنفيذ خطط بديلة تحصن دفاعاتهم ضد سلطة القانون قامت قيادة شرطة البصرة بحملة كبرى لتنفيذ أوامر القبض داخل المحافظة من شمالها حتى جنوبها ركزنا على مكافحة المخدرات حيث تم تنفيذ 183 أم القبض والعمليات جارية لحد هذا اليوم وتؤكد إزارة الداخلية أن العام الحالي 2022 شهد إلقاء القبض على أكثر من 6800 متهم ومتاجر بالمخدرات لبرنامج بالعراقي نجاح العابدي الحرة يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من بغداد العقيد بلال صبحي مدير إعلام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية معنا أيضا الدكتور مهدي صالح بلاسم مدير برنامج مكافحة المخدرات في وزارة الصحة وأيضا معنا الدكتورة سارة العانية الناشطة في مجال مكافحة الإدمان ضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم في بالعراقي ومساكم الله بالخير أبدأ معك عقيد بلال آخر أرقام تقريركم السنوي الخاص بمكافحة المخدرات لهذا العام لأنه لحد يمكن شهر تسعة كان الأرقام 11 ألف معتقل بين متعاطي ومتاجر قد زادت الأرقام وشنو النتيجة النهائية العام 22 نعم طبعا مساءد خير عليكم مساءد خير على جميع المشاهدين المخدرات طبعا هي مشكلة اجتماعية خطيرة تتواجه المجتمعات البشرية عامة منها المجتمع العراقي يعني المخدرات هي جريمة دولية عابر الحدود نحن كمديرية عامة دنواج حرب شرسة وكوزارة الداخلية حرب تسمى حرب المخدرات قدمنا العديد من الشهداء والجرحى في محاربة هذه الجريمة وتوجهات من السيد وزير الداخلية المحترم وسيد وكيل الوزارة باستهداف كبار تجار المخدرات وضرب بيد من حديد في محاربتهم يعني خلال الفترة الماضية تم القبض على أكثر من 15 ألف متهم بالتجارة والترويج والتعاطي وطبعا هذا العدل يدل على أن هناك ناقص خطر ديواجه مجتمعنا وديواجه شبابنا لأن الفئة المستدفة هم فئة الشباب هم العمار من عمر 18 إلى عمر 35 سنة تم ضبط أكثر من 400 كيلو من المواد المخدرة وما يقارب 80% من هذه المواد هي من مادة الكريستال المخدرة التي تستهدف شبابنا وكذلك ما يقارب 15 مليون حبة من حموب الكبتاجون والمواثرات العقلية تم ضبطها خلال الفترة الماضية وكان للمواطنين أكيد دور مهم في تبكيك العديد من الشبكات عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المرقب 1.7.8 هذا خط مجاني يعمل في كافة محافظات العراق من أجل التبليغ والتخلص من هذه العصابات الإجرامية طيب هذه الأرقام عقيد بلال حتى نخلي المشاهد بالصورة من نحكي عن هذه الأرقام 15 ألف متهم 400 كيلو أغلبها كريستال هذه الأرقام مقارنة بالسنوات الماضية إشقدت زادت حتى بس نستوعب إشقدت كمية الزيادة نتقول حضرتك أن مشكلة آفة حتى واشنطن بوست صحيفة الأمريكية وصفتها بأنها أشبه بالجائحة نعم طبعا هناك كمؤشر ارتفاع في أعداد الملقى القبض عليهم في أعداد كمية المواد المضوطة يعني مقارنة في عام 2020 تم القال قبض على أكثر من 7500 متهم في عام 2021 12800 متهم خلال عام كامل وخلال عام 2022 خلال 11 شهر تم القال قبض على 15000 هذا يدل على أن هناك ارتفاع في أعداد الملقى القبض عليهم ويدل على أن هناك محاربة جادة أكو تقوية للجهود لكننا ما نعرف تجارة وترويج المواد المخدر أكو جهود فعلية ودى تزيد هذه الجهود لكن ما نعرف على الأرض هي فعلا اشقد الأرقام دى تزيد خليني أسمع من أيضا من دكتور مهدي دكتور هل لدينا برامج علاج صحية مناسبة لحجم المشكلة لأنه بالأخير أكو فرق ما بين المتاجر وما بين المتعاطي والمتعاطي بالول بالأخير هو ضحية نعم البلد يعني يواجه هذه الآفة الكبيرة ونحن في صدد تطوير يعني افتتحنا مؤخرا في هذه السنة يعني مراكز جديدة متخصصة في هذا المجال مثلا مستشفى العطاء هذا في المنطقة القريبة من مدينة الصدر منطقة الأورفلي وكذلك في صدد يعني الوزارة الجديدة مشكورة في الأسابيع الأولى لتسلم الوزارة راح تفتتح قريبا جدا مركز آخر بسعة أكبر ربما أكثر من 150 سرير في منطقة القنام هذا أولا هذا يعني بالجانب الصحي مباشرة نحن حتى نذلل العقبات القانونية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ولدينا هيئة وطنية عليا لشؤون المخدرات تجتمع بشكل شبه شهري أقل من شهري وبالتعاون مع هذه الجهات وزارة الداخلية ومنجلس القضاء استحدثنا أيضا رتح قيد الإنشاء على وشك الإنشاء للمسات الأخيرة هذه القاضي عندما يحيل الملقى عليه القبض طبعا يفرز ويفرق بين المتعاطي والمدمن والمتاجر إلى آخره فهذا يحول من قبل لجنة عدلية لدينا في المستشفى إلى مريض ويمكن معالجة هذا المريض فهذه كلها تسهيلات هذا بالإضافة إلى المراكز الأخرى في المحافظات ولكن تبقى الأزمة كبيرة ونحتاج إلى جهود أكبر وأكبر صورة نمطية أيضا دكتور نعم يعني أنه يمكن اليوم منه اللي يدي تعاطى ويلجأ أنه يتعالج ومنه اللي يدي تعاطى واللي يصارح أهله أو يصارح طبيبه إذا كان يعني يدي تعاطى أو لا هذا موضوع ثاني أيضا رح نحشي عنه أسمع من دكتورة سارة دكتورة سارة أهلا بيش في بالعراقي شلون ممكن أن يتم تشخيص حالات التعاطي المبكرة للأحداث والشباب يعني نحاول ننطي معلومة بنفس الوقت نقول للناس يعني شون يعرف أنه ابنه أو بنته بدأ أو دخله بهذا الوادي يعني تحية طيبة لحضرتك ودعو جمهور الكريم طبعا هو بالتأكيد أنه دور الأسرة كل شي مهم بالانتباه إلى الأطفال ولأولادهم دور الأم والأب يعني أهم شيء الآباء والأموهات يلاحظون تغيرات على أولادهم منها فرط الحركة منها أن يكون يعني دعونا نقول الحركة السريعة وغيرها من من هذه الأمور أنه يكون الأهل يعني 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 يكون أكثر حرص على أولادهم نحن نلاحظ أنه دورنا نحن حاليا كمنظمات يعني يتوجه نحو الأسر نوجههم أنه يكون يعني يدعمون أولادهم ويشوفونهم يتكون تبعوهم في داخل الأسر مثل ما تفضل حضرتك أنه الأهل إذا كانت توعية لهم يكونوا معرفة مخاطر هذه المادة وشون تأثر عقليا على أولادهم ويزيد من نشاطهم ويعني من مدارس خصوصا يصير أنه الاستقاء السوء والرفاق السوء هم اللي راح يقولون يعني ليش ما تأخذ هاي زيد التحفيز عندك تخليك تدرس أكثر وهكذا بالتالي يحيقون بهذا الفخ يعني إحنا الأولاد سيكونون تحت ضغوط مثلا بالسالس العداد سيكونون تحت ضغوط يقدون يطلعون النتائج أحسن فبالتالي يأخذون يتعاطون ويصيرون مذمنين وهذا دور الأهل أنه يوجهون أولادهم ويصعون أنه يكونون دائما قريبين لهم كذلك وزارة الصحة والدفاع يعني ما قصرون يكون بالمؤسسات الصحية أقصد بالوزارة التعليم والتعليم ووزارات التربية هذه كلها تدعم أنه تفهم الأسر بضرورة الانتباه إلى أولادهم وخطوة هذه الأفع عليهم طيب أرجع السيادة العقيد أيضا يطرح هذا السؤال الناس تخاف مرات تقول لك أنا إذا أبلغ أو إذا أنا عندي متعاطي ماذا يحصل بعد اتقال المتعاطي هل عندنا بالعراق كوزارة الداخلية تتعاملون بطريقة معينة هذا الذب بعدين بالتوقيف هذا رح يلتقي بتجار ربما بالزجن فالآلية سيادة العقيد نعم نعم طبعا نحن كمديرية عامة كوزارة الداخلية مهمتنا هي مهمة تنفيذية تخصصية نلقى القبض على المتهمين وفقها حكام المواد قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 بما يخص المتعاطيين طبعا نظرة القانون ونظرة وزارة الصحة أن المتعاطي هو مريض وليس مجرم ولكن في حالة إنقاء القبض من قبل قوات الأمنية على المتعاطي يتمح الحكم عليه وفقها حكام المواد 32 من قانون المقدرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين بس القانون ونظرة فرصة للمتعاطي من خلال المادة 40 من قانون المقدرات التي نصت على لا تقام أي دعوة جزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المقدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في إحدى المستشفيات المقتصة بعلاج المتعاطي يعني أي شخص تورط أو استرج بالتعاطي يقدر يروح يتعالج وبهاي اللحظة لا تقام أي دعوة جزائية عليها طبعا حاليا حقيقة أن قلت الإمكانيات وقلت المواقف لدى المديرية العامة فهي تم إداع المتهمين حتى في مراكز الشرطة فهي تم اختلاط التاجر مع المتعاطي مع بقية المتهمين بالقضايا الأخرى ودبعا هذا يسبب شكال عندنا ولكن بتوجهات السيد الوزير هناك سوف تنشئ مواقف أكبر للاستيعاب ولكن ما نريد شبابنا يتورطون ويستدرجون بالتعاطي مثل ما أشرت الدكتورة أن الوقاية هي خير من العلاج لازم الجميع يتعاون ما نريد نزج شبابنا بالسجول لازم نوعيهم وثقفهم عن مخاطر آفة المخدرات نجي على التوعية والتثقيف شكرا سيد العقيد خلوني أروح فاصل وبعد فاصل سريع استهداف الأجهزة الأمنية لمروجي المواد المخدرة هل تكفي للقضاء على هذه الآفة دعوكم نراجعين بعد الفاصل أهلا بكم مرة أخرى كثفت محافظة الديوانية عملياتها الأمنية لملاحقة واعتقال مطلوبين للقضاء أسفرت العمليات خلال شهر واحد على إلقاء القبض على أكثر من ألفي مطلوب بتهم تجارة المخدرات وقضايا جنائية أخرى تابع التقرير الفريق التكتيكي من قوات النخبة في وزارة الداخلية ينتشر بمعداته القتالية في شوارع الديوانية إلى جانب قوة المهمات سوات على شكل نقاط تفتيش جوال وأخرى ثابت في تقاطعات الطرق والأحياء بحثا عن مطلوبين للقضاء قيادة شرطة الديوانية تحدثت بلغة الأرقام عن حصيلة هذه العمليات وأوامر القبض التي نقفذت خلال الممارسات الأمنية اليومية الممارسات التي تم وضعها بناء على توجيهات السيد المعالي أسفرت عن أوامر قبض منفذة تقريبا ألفين وتسعة وثلاثين أوامر قبض وكذلك الأوراق التحقيقية المنجزة 12.883 وضبط عجلات مخالفة 1.122 عجلة وضبط دراجات مخالفة 950 دراجة وكذلك عجلات مضللة 102 عجلة وبالإضافة إلى محاولات فرض القانون فإن هذه القوات تعمل أيضا على ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال عمليات تفتيش دقيقة طبقا لمعلومات استخباراتية بهدف مواجهة تجارة المخدرات بأنواعها التي نشطت في البلاد مؤخرا وفق بيانات رسمية صادرة من جهات مختصة تم في هذا العام ضبط كميات كبيرة من مادة الكريستال اللي بلغت 16 كيلوغرام و410 غرام من مادة الكريستال المخدرة أما بالنسبة للحبوب المخدرة فقد تم ضبط بهذا العام 2022 24 638 قرص مقدر أغلبها من نوعية الكابتاجون أو تسمى الصفر واحد محليا الإجراءات الأمنية المكثفة لاقت ترحيبا من قبل المواطنين أملا منهم بفرض سلطة القانون وملاحقة تجار ومروجي المخدرات وعصابات الجريم المنظمة تكثيف عملها الاستخباري في ملاحقة مروجي وتجار المخدرات لأن جان يشوف أنه حقيقة ملاحقتهم من خلال الشارع فقط من خلال نصب السيطرات لا تكفي حاسب للكل ماكو محسوبية للكل أنه تابع للجهة معينة أو الحزب الفلاني الكل يحاسب الخطة الأمنية التي وضعتها الأجهزة الأمنية تأتي تنفيذا لأوامر وزارة الداخلية لإنفاذ سلطة القانون في البلد وملاحقة العابثين بالأمن ويأمل المواطنون أن تكثف وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية في إنفاذ سلطة القانون وملاحقة تجار المخدرات المنتشرين في أغلب المحافظات العراقية للحد من آفة المخدرات التي باتت تهدد أمن المجتمع ميثم الشماني الحرة الديوانية نعود لمواصلة الحوار مع ضيوفنا الكرام وأعود لك سيادة العقيد بلال صبحي أكثر المناطق التي تشهد انتشار للمخدرات تؤكدون المعلومة أن البصرة مناطق في الجنوب لكن أيضا أريد تقول لنا المناطق وأريد أسأل وين يتم التعاطي من خلال معلوماتكم هل يتم بالشارع وين مقاهي وين تصير حالات نعم طبعا نحن كمديرية عاملنا ملك قاعدة بيانات متكاملة عن ما هي أكثر المواد انتشارا وما هي أكثر المحافظات المستهدفة طبعا هي المحافظات الحدودية المحافظات المستهدفة ولكن هذه العصابات تستهدف كل محافظات العراق يعني حاليا لا تجد هناك محافظة خالية من تجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة كل المحافظات مستهدفة كل طبقات وفئات المجتمع مستهدفة تستهدف هذه العصابات الجميع حقيقة نحن كمديرية العامة نحارب هذه العصابات في جميع محافظات العراق ونقدم العديد من الشهداء والجرحة حاليا ضمن المعلومات الأمنية وضمن الآلاف التي تم القال قبض عليهم ولا المتعاطنية تم تعاطي هذه المواد في أماكن خاصة لدينا مفارز تراقب وتحرع على المقاهب والكوفيهات لدينا مفارز من الكيناين التي يجرى حملات أمنية وحملات تبتيجية ولكن يتم تعاطي هذه المواد في أماكن خاصة طيب واحدة من النقاط أيضا التي تحدثت عنها صحيفة واشنطن بوست أن العراق بقى لسنوات يتم تهريب المخدرات من خلاله اليوم وفقا لواشنطن بوست تصنيع للكريستال في العراق شخصت هذه الحالة أيضا أن المواد الكريستال تصنع في العراق اليوم سيدة العقي العراق كان قبل 2003 ممر معبر لهذه المواد وبعد 2003 وحتى الآن هو العراق ممر ومعبر ولكن حقيقة فيما يخص الزراعة أو الصناعة ضمن حكام المواد 27 من قانون المخدرات يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد في حالة الزراعة أو الصناعة والاستيراد والتصدير لم تؤشر لدينا بالعراق أي حالة زراعة أو صناعة بالعراق هناك كانت بعض المحاولات لغرض تصنيع مادة الكريستال ولكن لم تؤشر لدينا أي حالة زراعة أو صناعة يعتمى الحكوم بالإعدام فيما يخص الاستيراد والتصدير فقط ولم تؤشر لدى وزارة الداخلية ولدى جهاز العمن الوطنية أو جهاز المخابرات أي حالة زراعة أو صناعة بالعراق دم تثبت طيب دكتور مهدي أسأل الآن على مسألة التوعية مسألة أنه أكو كثير إذا ما قلنا كل الذي يتعاطى هو يخاف يروح يحكي ويقول يا بأنا تعاطيت يعني وصمه في المجتمع زاعدا الخوف من العقاب في الحقيقة كوزارة صحة شون تساعدون الناس في هذا الباب والله هي التوعية يعني يحتاج لها عدة محاور أولا دور وزارة الصحة وهي غير مقصرة في هذا المجال الندوات المختلفة التي نعقدها بالتعاون مع الوزارات المختلفة وحملات التوعية في داخل يعني المستشفيات المتخصصة ولكن لا يكتمل بصراحة هذا الموضوع ما لم تتكاتف العيدي وخاصة دور الإعلام كبرامج برنامجكم المبارك هذا ولكن أقول بصراحة من خلال هذا المنبار وأرجو أن يستمع لي الجميع ما يزال دور الإعلام وهو الدور الأهم في هذا الموضوع برأي الشخصي وأصر على هذا ما يزال يعني متخلفا إذا تسمح لي بهذه العبارة يعني أنا سألت أحد الأخوان بدرجة دكتوراه أمام أحد الوزراء الكرام سألت يا دكتورج قد عندنا فضائيات قل لي 80 فضائية قلت له بصراحة لا يوجد برنامج ناهض واحد يتكلم عن الوضع النفسي بصورة عامة المخدرات هي نتاج نتاج متأخر لما يمر به البلد من هذه الأزمات والصدمات والحروب والاضطرابات الكرب ما بعد الصدمة وكذلك الوصمة الاجتماعية التي نوهت وأشرت لها حضرتك الآن يعني لدينا الوصمة عالية يعني شون راجع الطبيب النفسي قابل الآن مخبّل هذا أولا ولذلك ترى هناك فضائيات لناس يعني بصراحة دجالين نقولها بصراحة وبحرية من خلال هذا المنبر ولا يوجد برنامج واحد نحن صراحة أنا شخصيا وغيري من الأطباء نمتلك ناصية العلم والأدب والمسؤولية ولبن كان النهوض ببرنامج ثابت يعني يقدم على غرار البرامج التي خلدت في الذاكرة دكتور ضبطي لم يكن هناك بالسبعينات نعم شكرا دكتور لهذه النقطة مهمة ونحن حجينا يمكن البرنامج صال لسنتين يمكن في 12 حلقة نقوم بس على المخدرات خلال عمر البرنامج الذي هو أقل من سنتين وهذا واجب زين دكتور مهدي سؤالي ليس المفروض أيضا يبدو الموضوع التوعية من المدرسة قبل المدرسة إذا واحد شم وريحة راح الصوت على دكتور مهدي هم نرجع له بس خليني أروح الدكتورة سارة ما اختلف السؤال دكتورة سارة قبل بالمدارس إذا راح الجقارة الواحد يجتمها الدنيا تنقلب البيت إذا ممكن بالشارع الجقارة يليزمون للولد ما أعرف ما سيقوم له حسنا نريد الناس تنظروا بس التوعية أيضا تبدأ بالمدارس صحيح صحيح أكيد أنا أتفق المشكلة الحالية التي تحدث تفكك الأسرة بحد ذاتها والتوجه الأسرة لأشياء أخرى وبإضافة إلى أنه صاع دور الأهل أنه مجرد التوفيع الاحتياجات الأساسية للمنزل بسبب العطالة والتفاعة الدخل وغيرهم من الأمور السؤال والوضع السياسي بالبلد كلهم أي كل الأمور تكابلت على العائلة الواحدة فأصبحت بعيدين عن أولادهم بعيدين عن مجرد بس يتبعوهم بالدراسة أو شيء ثاني يعني هذه المواضيع كلها ابتعدوا عنها أيضا بالتربية يعني المدارس يعني خلننقول مثل ما تقول حضرتك إنه إذا كان جيجارة أو فتشي يحاسبون الطفل أو هاي حاليا الوسائل التوعية الطفل على أشياء خصوصا بالإنترنت واليوتيوب خلتها يعني في طعق عديدة شون يكون يعني يتفادئ إنه يعني خلننقول مثل يقول واحد يكشفه من الأهل أو فتشي فيحتاج إنه نوعي الأهل بحداتهم كدور منظمات أو وزاعة الصحة أو وزاعة الداخلية إنه نستدفى الأهل نوعيهم بالمخاطر التي تصير لأولادهم وهم خلننقول في غفلة مثل ما قلت حضرتك الوضع السياسي وغيرها من الأمور العطالة والبطالة والدخل وغيرها من الأمور يعني والوضع الداير ما داير بالبلدان المحيطة يعني كلها لها أثر على العائلة أثقلت كاهلها فلا تستطيع أنه تساوي بين الأمور يعني أنه تكون مسيطرة على الأولاد وبذلك مسيطرة على الدخل وغيرها يعني أن تكون مساوات بين هذه الأشياء شوية عدمت عند الأهل طيب خليني أرجع الدكتور مهدي دكتور مهدي تسمعني الآن سؤالي كان دكتور مهدي على نقطة مهمة وهي نقطة المدارس والتوعية في المدارس لأن حضرتك ذكرت نقاط مهمة لكن أكو دور آخر أنه الشاب إذا هو بالطفولة يتعلم أنه يابا ما تأخذ شيء من الناس ما تحط أي حبايا بحلقك ما تشوف أي شيء وتتعاون يعني ما هي هذا شو أن تبدي نعم يعني أعتقد وافقدي العقيد بلال أنه وربما يتفاجأ الناس يعني ما ألغي دور وزارة الداخلية ووزارة الصحة ولكن الآن في ظل هذه الأزمة وأصبحت الأزمة حقيقية برأي دور الآباء والأمهات هو الدور الأول في هذه المسألة حاليا نعم وزارة الداخلية يقع على عاتقها الردع والسجن والإعدام إلى آخره وتأتي دور وزارة الصحة كدور ثاني ليس ثانوي بل ثاني وهو دور العلاج والتأهيل نحن ما لم ننسلخ عن هذه التماهي مع هذه العصابات المروجة يعني كآباء وكأمهات كلنا مسؤولون مدير المدرسة الذي بصراحة يرضخ للمسائل العشائرية ولا يعلن عن أي خطأ يحدث في مدرسته هذا غير منسلخ من هذه المسألة ومتماهي الأم والأب كذلك إذن الدور الأول هو التثقيف للأم والأب وهذا في كل شيء يعني دكتور هذا في كل شيء بصراحة يعني وعي من المشاكل التي نحكي بيها جزء منها حكومي ونرجع نحكي بيها على الجزء الذي هو الشعبي والجزء الأسرة أسمع أيضا تعليقك ساعة العقيد على المسؤولية الجمعية مسؤولية المدرسة مسؤولية الأسرة لإيقاف هذا النوع من الآفات نعم طبعا نحن كوزارة الداخلية وكمديرية عامة طبعا أكيد بالتعاون مع الصحة إذا نشارك من أدوات ورش عمل إنقاء محاضرات توعوية على الطلبة لغرض توعيتهم عن المخاطر واثار هذه المواد مشاركة في المؤتمرات مع الوأساء وشيوخ العشاء بالتعاون مع دارة العلاقات والإعلار في وزارة الداخلية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية الأبطال فإذا نقيم عدة محاضرات توعوية فأكيد دور الأسرة هو دور في مراقبة أبناها لأن حقيقة هذه العصابات فقط تستهدف الشباب وإنما حتى الأحداث لعمرة تحت 18 سنة مثل ما خلال هذه الفترة تم القال قبض على أكثر من 370 حدث خلال هذه الفترة وهذا طبعا مؤشر خطير يعني هناك بعض الأوائل لا تنتبه على أبناها كل عالة تصور أن أبنها بعيد كل البعد عن تعاطي هذه المواد دور المدرسة دور الجامعة وكذلك دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ليجب أن تكاتف الجميع نقول الإيد واحدة ما الصفق لازم كل تتعاون في مجال توعية المواطنين عن آثار ومخاطر هذه المواطنين أتكم تعاون أيضا سيادة العقيد مع هذه الوزارات ووزارات التي ذكرتها ببرامج توعوية يعني من باب التوعية الصحية من جهة وأيضا توعية بالعقوبات وتوعية بالآثار الشاب الأخير هم يخاف أو الطفل نعم عندنا تعاون أكيد ضمن الهيئة الوطنية العليا فيما يقص وزارة الصحة وزارة العدل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جهاز الأمن الوطني جهاز المخابرات هذه الدور كلها تتعاون في مجال مكافحة المقدرات عندنا تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلبي في مقال محاضرات وكذلك قامت الندوات وورج العمل عندنا بداية تعاون حقيقة مع وزارة التربية ولكن دور الشرطة المجتمعية في توعية العبناء من الطلبة في المدارس يعني مستمر وكبير حقيقة يعني فنعمل بكل الجهات تعاون مع كل الوزارات لأننا مثل ما عشرنا أن الوقاية هي خير من العلاج يجب أن نحاول نحصن مجتمعنا ونحصن شبابنا عن مخاطر المخدرات دكتورة سارة مواقع التواصل الاجتماعي اليوم دائما ما نصفها بالبرنامج بسيلاحظوا حدين ممكن الناس تتعلم بها تتثقف بها تتواصل بها وممكن الناس تذهب فيها بطرق مظلمة ما نرى دور هذه الوسائل اليوم في تعظيم من الأزمة أو في حل الأزمة مثل ما تفضلت حضرتك أنه دي حدين نحن نقول أنه يمكن أنه تساعد في زيادة التوعية مثل ما تفضل الدكتور مهدي قال أنه يحتاج إلى دور الإعلام وإسرائيل الإنترنت يكون أكثر من هذا يعني أنه يكون مثلا برنامج متخصص التوعية للأهل والأطفال يمكن يكون يعني خلن نقول توعيتهم أنه بالإنترنت وهذا التفاصيل أنه استخدم الإنترنت للصورة الصحيحة حتى يبعدهم عن الخلن نقول الشيء السلبي يمكن يكون خلن نقول استدراج الأشخاص عن طريق الإنترنت وبعدين شوية شوية يوقع بهذا الفخ بفخ المخدرات بالتالي من سل يتحول إلى متعاطي يمكن متعاطي يتحول إلى تاجر همينة مستقبلا إذا نزج بالسجن يمكن أن يخرج مجرم مثلا أو يجوز ما يلقى العلاج المناسب هذه وسائل الإنترنت والتواصل هي التي نقول صدق بين حدين ممكن أنه يوقع فيها وممكن أن تكون هي سبب في توعيتهم وخلاصهم من الآفا هاية دائما الوسائل للإنترنت تتوجه التوجيه للأشخاص فنسعى أن نكون توجيههم للشيء الذي يفيدهم ليس لذرهم الإعلام أيضا تصليص على هذا الشيء ضروري ومهم جدا حتى الفئات الصغيرة الكبيرة عموما هم لا يتابعون الأخبار ومواقع تابعون أشياء ثانية الصغيرة بالعمر خصوصا لا يتابعون الأخبار أو تابعون البرامج مثلا معين أهل يقولون تعالوا تفرجوا على هذا البرنامج هذا البرنامج التوعوي لمخاطر هذا الشيء هو الذي سيكون دائم لخلاص المجتمع من هذه الآفا وهذا البرنامج التوعوي أصلا المفروض يكون بصيغة يفهمها الجميع ويحبها كل الناس تتفرجها أكيد أكيد تكون مفهومة من الأدوات التي يستخدمها كل العالم دكتورة سارة نحن مو أول بلد سيحارب المخدرات ومو أول بلد شباب بدأ يعاني من هذه المشكلة دعوني أروح فاصل وبعد الفاصل برامج رعاية واهتمام وفق خطط مدروسة حلول على طاولة المسؤولين لمعالجة آفة المخدرات خليكم أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم بالعراقي أرجع عدد كبير من العراقيين تفشي ظاهرة تعاطي المواد المخدرة لسيما بين فئة الشباب إلى الظروف الاجتماعية القاسية التي تمر بهم من بينها البطالة وغياب البرامج الحكومية لرعاية هذه الشريحة المهمة للمجتمع العراقي خلنا سمع نراه يستفحل في جميع المحافظات العراقية للأسف طبعا أقضى الشلاف فرصة عمل لاقل لا شغل ينطر ينسى همة الأسباب المبلاسبة يعني كثرة الحدود مع الدول المجاورة والفساد المستشري في دوائر الدولة أدت إلى دخول هذه المواد المخدرة المدمن يدخل المستشفى أكو مستشفى عندنا أدت مستشفى من الرشد هذا خاص بالحالات النفسية وغيره وغيره أدوية العلاجها برأيي حلين أولا تجديد الرقابة على الحدود تفتيش سونار ماذا تدخل من الحدود والشغلة الثانية هو سن قوانين رادعة لمحاربة هذه الأفا يعني يسأل حد لها ماكو قانون يعني المطاعة المخدرة شنو العقوبتها ماكو السجن كم يوم عقوبة عقوبة شديدة على مدغيرة ما يتويها نعود لضيوفنا الكرام ونستمر في النقاش في موضوع حلقة اليوم وأرجع لدكتور مهدي دكتور مهدي قلتها حضرتك ويقولوها هو عراقيين ويتفقون ويا حضرتك أنه أكو أسباب إذا من عالج الأسباب لا إحنا أول دولة دخلت بموضوع المخدرات ولا إحنا آخر دولة ورح يبقى الموضوع مستمر طالما الأسباب موجودة الأسباب شون تعالجها دكتور يعني هو المشروع ليس مشروع وزارة ولا مشروع بس بيت ولا مشروع بس مدرسة فضل دكتور مهدي نعم يعني الإقبال على هذه المواد يعني ليست مسألة جديدة يعني نعرف أنه مثلا الكحول منذ فجر التاريخ الحضارة الرومانية هذا شيء موجود يعني خاصة في أوروبا يعني وكذلك نبات الكوكا في أمريكا اللاتينية هذا نبات موجود كذلك يعني نحن عندنا في بلدنا كنا نسمع مثل ما يقولون نظفر النواب الدنيا غرشة وصمت تتن والدور بينه ونلتف أيام المزبن قضن تقضن يا أيام هذه الغرشة هي عبارة عن نصف أيام اللف هذه قصيدة أيام المزبن نعم الغرشة هي عبارة عن نصف كرة هذا جوز الهند كانت وتوصل بخصبة ونسمع من أجدادنا أنها كانت تدخن في الخمسينات والستينات من القرن الماضي فما عدا مما بدأ وتفشى الإدمان لدينا وكذلك في أوروبا حتى اضطرت بعض الدول الكبرى المتقدمة إلى جعل مثلا المخدرات في هولندا أماكن مغلقة وبرعاية القانون ويستطيع الشاب حتى يأتي ويتعاطى ولكن ضمن القانون لدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر وكذلك أمريكا اللاتينية يعني نقول لكوكا موجود إذن ثمت تحول نفسي واجتماعي يجب الانتباه له يعني نحن إذا نقتصر على موضوع البطالة والصدمات والحروب هذه لا تفي بالغرض لتفسير هذه الظاهرة يبدو أن هناك انتقال وهناك تحول نفسي واجتماعي برأيي أنه أستطيع أن أسميه وأطلق عليه عنوان هو الجانب الأبوي بالموضوع في تلك الأيام كان شيخي العشيرة والأم والأب والمضيف إلى آخره والرقابة اللصيقة هي التي تؤدي إلى الردع والمنع والتثقيف الآن أعتقد وفي ظل تطور وسائل التواصل وهذا التفكك العائلي إذا صح التعبير وعدم الرقابة والانشغال وموجات الإباحة وموجات إلى آخره كلها عوامل نفسية واجتماعية يضاف إليها البطالة والحروب والصدمات هذه يجب أن تعالج هولستيكي فيو مثل ما نقول باللغة الإنجليزية كليا بنظرة عامة وشاملة من قبل العلماء نفس ويجب أن نتبه لهذه الحالة هذا هو رأيي بالموضوع شكرا دكتور مهدي ساعة العقيد الموضوع مثل ما قلنا أكثر من مرة هو ما مرتبط بس بالعراق مرتبط كذا دولة بجوار العراق أيضا اتفاقياتكم كوزارة داخلية مع هذه الدول يعني أكو شحنات تتجي بالأطنان شلون تتنسقون جهودكم مع هذه الدول وإجراءاتكم أيضا على الحدود نعم طبعا نحن كمديري عامة لدينا هناك تعاون مع دول الجوار عن طريق مديرية التعاون العربي والدولي عن طريق مديرية الانتربول فهناك تعاون في بجال تبادل المعلومات وكذلك تبادل في عمليات القبض على المتهمين هناك عمليات كبيرة من قبل قواتنا من الجيش العراقي وقواتنا من الحجد الشعبي بإنشاء سد ترابية من الجهة الجنوبية وكذلك قواتنا من حرس الحدود بإنشاء حاجز كونكريتي من الجهة الغربية المشخصة حالات دخول وأساليب تهريب هذه المواد فهناك عمليات كبيرة تتقود المديرية العامة وكذلك كافة الأجهزة الأمنية هناك توجه من الحكومة الجديدة وكذلك سيد وزير الداخلية وسيد مدير عام مكافحة المقدرات اللي حقا يعمل لين نهار في محاربة هذه الجريمة نرفع مستوى المديرية إلى مستوى جهاز مساوي لجهاز مكافحة الأرهاب للمخدرات والأرهاب هم وجهان لعملة واحدة هناك داما الاجتماعات دورية ضمن أعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات تكون هذه اجتماعات بشكل دوري ومشاركة كافة الجهات الأمنية لوضع الحدود اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بدأنا كوزارة الداخلية بالفحص العشوائي لمنتسبي الوزارة فهناك عمل متواصل وعمل جاد من أجل التخلص من هذه وحدة من الاحصائيات المديرية مكافحة المخدرات أيضا كشفت ما وصفته بالمؤشر الخطير سيادة العقيد بشأن تعاطي النساء للمخدرات هل من احصائيات حديثة حول تعاطي النساء للمخدرات شنو الأسباب من وجهة نظركم أيضا نعم هذه العصابات تستهدف مثل ما قلنا الجميع الشباب الأحداث النساء يعني أكثر من مئتين وثلاثين أمرأة تم القال قبض عليها خلال هذه الفترة هذه العصابات تستهدف النساء والأحداث وخاصة في ترويج ونقل هذه المواد المخدرة المشخصة لدى المديرية العامة طيب دكتورة سارة تعليق حضرتك على مؤشر تعاطي النساء للمخدرات وارتفاع هذا المؤشر ربما لوزارة الداخلية صراحة هو هواية أسباب يعني أنه اتفاع عدد الإناث منها خلنا نقول رفاق السوء ومنها التفاق المشاكل العائلية خلنا نقول الفشل في الدراس المشاكل العاطفية كلها هذن أسباب ممكن أنه تعزع لها في ارتفاع عدد النساء التي تعاطوا منها مثلا الابتزاز الكتروني وغيرها العديد من هذه النقاط التي ذكرتها تكون سبب في أنه تدفع النساء إلى تعاطي المخدرات ومنها خلنا نقول المشاكل الطلاق وغيرها العنف الأسري كلها ممكن أنه تزيد من عدد الإناث التي تعاطون على هذه المخدرات أو مثل ما قال العقيد نقل لنقل المخدرات أو معبر أو نستخدمهم التجار لنقل المخدرات فنكون النساء أهمين مثل ما كان لهم المفروض الدور الأساسي في توجيه الأسرة سيكون هما الهدف في أنه يكونوا يتعاطون فبالتالي ستتفكك هذه الأسرة نريد اليوم أنه نوعي للأطفال مثل ما تفضلت حضرتك أو الشباب على هذا الآفاء وهي مثلا الأم أو الأخت تتعاطى لهذا الشيء يعني تتعاطى للمخدرات فهي السبب يعني الأسباب الزمات وطبعا أنه البنت تكون أقل يعني ما تقدر تتكلم أنه وقعت في مطاب أو في هذا الشيء حتكون تخاف أنه تتكلم أي حتكون تتكلم بهذا الموضوع فيكون يعني كارثة أكثر إدمان إلها وممكن توصل إلى الانتحاء وممكن تكون أزمات قلبية أو غيرها من الناحية العلمية فهي تتلف للعصاب فهذا يكون تأثيرها بالنسبة للنساء شكرا دكتورة سارة خلونا نسمع قصة أيضا لدينا قصة للشاب خالد وهو متعافي من الإدمان يروي كيف بدأت أنا صراحة قبل سامع بالمخدرات وخصوصا الكريستال وأنا لم أجرب هذا الشيء وبعد ما تعرفت على صديق يتعاطى الكريستال حبيت أجرب هذا الأمر فطلبت من عنده أول مرة الولد طاني فمن تعاطيته وعلمني شون تعاطى بصراحة حسيت نفسي بعالم ثاني حسيت نفسي بمكان ثاني وبعد ما فقت من هذه التجربة المريت بيها حبيت أجربها مرة ثانية فرحت علي وطلبت من عنده فما أمطاني لكن عرفنا على جماعة يبيعون هذا الكريستال فاشتريت من عدهم وبعدها أنا ورا ما اشتريت من عدهم أدمنت على هذه المادة المخدرة وبالتالي صرت متعاطى كريستال طبعا بعد ما قمت أتعاطى الكريستال وتعرفت على جماعة أيضا يتعاطون الكريستال بصراحة قمت أخاف لأن من شفتهم من نتعاطى المخدرات نصير عدوانين بشكل مو طبيعي حتى الجريمة صير عندنا سهلة وشي طبيعي وأمر طبيعي لأن اللي ياخذ هذه المادة وحقيقة أنا مجربها وما أخذها يصير إنسان عدواني بإمكاني يسوي أي شي بدون أي حدود وهذا الشي بصراحة خلاني أخاف على نفسي وأخاف على نفسي منهم من هاي الجماعة للطون هذا الكريستال وحقيقة الأمر هم أصدقائي لكن حتى هذا الشي خلاني أخاف من عدوهم حقيقة الأمر المجتمع دائما ينبذ أي شخص متعاطل المخدرات وأنا بصراحة نبذت من المجتمع لأن أنا اعتعاط هذه المادة وبحقيقة الأمر أن الدولة عدها مراكز عادة التأهيل وأنا دخلت مركز من هاي المراكز بالتالي أنا تعافيت الحمد لله وشكر من المخدرات ومن تعاط المخدرات لكن المجتمع لحد الآن نابذني ومده يساعدني دكتور مهدي وصف القصة مال خالد تقولها ضيمة مالها غير كلمة شاب عراقي مثل الورد ما عنده مشكلة جاء صديق كله جرب جرب وراد وراها باع لواحد يعني هاي خوة جيبة طيب بلاش وبعدين هو يجي يشتري هذا هم طريقة كلاسيكية بكل العالم زين يصير إنسان عدواني يقول خالد اللي يتعاطى والجريمة عنده تصير طبيعية علقنا دكتور مهدي ليش يعني تبدأ الأعراض الانسحابية ما يسمى بالأعراض الانسحابية حال توقف المدمن أي كان الإدمان من التدخين فصاعدا عن تعاطي الحالة الإدمانية هذه الحالة يعني مصحوبة بقلق واكتئاب والطراب شديد يعني نتيجة نقصان هذه المادة وبالتالي نقصان المواد المواصلات العصبية بالدماغ المسؤولة عن البهجة التي ترافق هذا الإدمان مثل الدوبامين والإندورفين إلى آخر فما لا يحصل عليها سيتوتر هذا أولا فيندفع اندفاعا شديدا للتعاطي وربما يلجأ إلى السرقة ربما يلجأ إلى القتل والجريمة هذه حتى في المراحل الأولى ما بالك بالمراحل المتقدمة عندما يفعل هذا المخدر فعلته الشنيعة ومثلا بعض المخدرات تؤدي إلى جنون تؤدي إلى الهلاوس السمعية والبصرية والشكوك والغيرة المرضية وهكذا يعني يعتقد أنه من ضمن الشكوك والأوهام أنه المجتمع يعاديه ينصب عليه الكاميرات يتآمر عليه يريد قتله وكذلك يستمع إلى أصوات ربما تكون آمرة أفعل أقتل أبربور دكتور مهدي وأكو شغلة أيضا من خلال التقارير نعم دكتور مهدي من خلال التقارير التي نقرأها ونتابعها هنا بداخل الولايات المتحدة وخارجها حتى أكو ميزة كمان الموضوع الكريستال أنه مؤثر أكثر من غيره ومدمر أكثر من غيره هو الكوكاين فإذا تحب أيضا حضرتك تنطي للناس معلومة حول هذا الموضوع تفضل دكتور طبعا كون الكريستال وهو مادة الميتامين في الوقت الحاضر هي الأكثر شيوعا لعدة أسباب منها رخص المادة فيجب أن نسلط الضوء عليها هذه المادة هي مادة منبهة مادة منبهة ولكن بطريقة يعني طول شرحها هي أيضا مادة تساعد على الإدمان وتساعد على الاسترخاء يعني رغم التناقض بالفكرة العلمية لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع ولكن بلغة الأرقام يعني هي تساعد الدوبامين وهو موصل عصبي للبهجة والفضول نحن بدون الدوبامين أقدر أقول لك كائنات زومبي إذن هو الذي يعطينا البهجة هذا الدوبامين يصعد مثلا في حالات التعاطف والبهجة والبحث عن الشريك الجنسي لدرجة 100% في مادة الكوكائين ومادة منبهة منبهة أخرى يصعد لمدة درجة 300% بالكريستال تقول التقارير والبحث أنه يرتفع الدوبامين 1200% إذن هو مادة شديدة التأثير وحاسمة وتساعد على الإدمان وتحث حثا وتدفع دفعا تجاه الجريمة فعلا هذه التقارير تقارير عالمية مثل ما فضلت حضرتك يعني دكتور مهدي ما عندنا وقت يمكن نسأل بسؤال آخر لكن كل اللي يرد أقول أن البحث عن البهجة إذا كان هناك بدائل للبهجة موجودة وطبيعية وتهتم بالناس والمجتمع مستقر على الأقل تقل هذه الأرقام لا نقول تنتهي لكن تقل السلامة والأمن للعراق والعراقيين ضيوف الكرام أشكركم في مشاركتكم في حلقة اليوم كان معنا من بغداد العقيد بلال صبحي مدير إعلام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أشكر أيضا الدكتور مهدي صالح بلاسم مدير برنامج مكافحة المخدرات بوزارة الصحة وأشكر الدكتورة سارة العاني الناشطة في مجال مكافحة الإدمان أشكر موصول لكم سادتي على طيب المتابعة انتهت حلقة اليوم من بلالعراقي لكن دائما بإذن الله أكو حلقات جديدة من البرنامج لا تنسون تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي دائما خليكم ويا في أمان الله